اولادي وبناتي طلبوا الطالبات جريد فايف اهلا بكم النهاردة حبايبي هنكمل درسنا energy flow ecosystem اللي هو كان concept number two عارفنا في concept ده ان الانرجي بيحصل لها flow in the ecosystem وبيحصل لها flow ازاي قلت ان انا عندي حاجة اسمها food chains سلاسل غزائية جوه بيحصل ايه بتيجي الانرجي بياخدها كائن اسمه producers يعني كائن منتج اللي هو كان مين اللي كان اسمه اللي كان بيعمل سطور للانرجي دي يعني بياخد الطاقة من الشمس مباشرة طب بقى ما يقدروش يقفوا في الشمس وياخدوا الانرجي بتاعت الصن كده ويعملوا اكلهم فدول كانوا بيعملوا ايه يعني كانوا بيتغزوا على غيرهم عشان يحصلوا على الطاقة قلنا مين هم دول اسمهم consumers او الكائنات المستهلكه وانا كان في عندي primary consumer اللي بيأكل البروديوسر في عندي secondary consumer اللي بيأكل primary قلنا عندي tertiary consumer اللي كان بيأكل secondary طيب بعد tertiary consumer او بعد اخر animal خالص اخر consumer لما بيأكل مش هيجي عليه وقته ويحصل له دس هيموت طب بعد الديس بيحصل ايه بيجي دور كائن مهم جدا مين هو living organism ده الاخير والموجود في الفوديتشين اسمه الديكمبوزرز الديكمبوزرز دول عباره عن living organism كائنات حية carry out يعني بتعمل ايه بتعمل process of decomposition or decaying decomposition or decaying يعني عملية التحلل يعني ايه عملية التحلل يعني لما بيبقى فيه animal وحصل له دسمات الديد organism ده الbody بتاعه بيحصل له ايه احنا وإحنا معدين كده في الشارع ممكن نلاقي body لاي organism مثلا animal وميت في الارض بعد فترة واحدة واحدة كل ما عدي الاقي جسمه زي ما يكون بيقل لحد ما بقيتش الاقي الانيمال ده موجود في المكان ده طب هو راح فين او هنا بقول حصل له decomposition or decaying يعني ال dead body او ال dead organism ده حصل لجسمه breaking down حصل له تكسير وتحليل اتقطع لحيطة صغيرة والحيطة الصغيرة اتفتتت لحد ما وصلت انها بقت nutrients عناصر غذائية بسيطة جدا جدا بصوا كده ادي الانيمال اللي حصل له ده راح فين اللحم بتاعه والمكونات اللي كانت في جسمه كل دي حصل لها ايه اتغزت عليها اللي اسمها جت قعدت على الجسم الميت دوت فضلت تتغزة فيه فضلت تاكل في الجسم الميت ده وتعمله عملية تحللها لعناصر صغيرة جدا جدا طيب يعني معنى كده ان جسم الكائن اللي مات ده طبعا كان جوا ايه كان جوا نيوتريانس وانورجي مش الكائن ده قبل ما يموت كان بيتغزة على كائنات تانية اخد منها النيوتريانس والانورجي طب رحت فين الانورجي والنيوتريانس اللي كانت في جسمه بعد ما مات حصل لها ريسايكل ريسايكل يعني رجعت تاني باك انتو زا ايكو سيستم رجعت للطبيعة تاني ازاي عن طريق البروسس ان الكائنات اللي اسمها فضلت تاكل في الجسم الميت دوت اللي هو ولما قعدت تاكل فيه طلعت من جسمه كل النيوتريانس المهمة العناصر الغذائية المهمة اللي الارض محتاجها الصيل عشان ترجع ترجعها تاني والبلانت ياخدها في الفوتوسنسز فاكرين لما كنا بنقول ان البلانت بيعمل الفوتوسنسز انه بيعمل ابزورب للووتر والمينيرالز او النيوتريانس من الصيل طب هي النيوتريانس والمينيرالز اللي في الصيل جات منين عرفنا بقى هنا جات منين جات من ان اللي اتدفنت في الصيل دي جات عملت لها يعني حللتها خرجت كل العناصر الغذائية النيوتريانس المفيدة اللي كانت في جسمها رجعتها تاني وللسويل عشان اللي هو البروديوسر يرجع يستخدمها تاني يبقى احنا عملنا ريسايكل اعادة استخدام بصوا كده اكله اللي هو الغذائل اللي هو الغذائل اكله اللايون اللايون بعد كده مات بعد ما ماتوا في الدفن في الصيل جات عملت له خرجت كل الحاجات المفيدة رجعتها تاني للصيل عشان يستخدمها فبقت عاملة زي السايكل الدايرة فعبنقول حصل عادة استخدام طيب ايه على الفانجاي مسلا اللي هي الفطريات البكتيريا اللي هي الكائنات الفية الارجل ليها ارجل جديدة او عديدة الارجل دي فعارفين العيش بتاعنا لما بنيجي نسيبه فترة ونلاقي عليه لون اخضر كده شوية الاخضر ده بقى تخيله هو ايه ده نوع من بطبقى كائنات دقيقة جدا عناية ما تقدرش تشوفها بتيجي توقف على العيش ليه اصل العيش ده وجوا عناصر غذائية مفيدة الطبيعة عوزاها فتيجي الفانجاي اللي هي الفطريات تيجي توقف على العيش ده وتبدأ تتغذى على العيش وتحلله فترجع كل العناصر الطبيعية لقمة العيش اللي ترمت في الارض دي هي للطبيعة مرة تانية طبعا البكتيريا زي البكتيريا اللي تبقى ساعات موجودة مسلا اه على جسم الكائن لما بيموت عشان تعمله فيه وزي ما قلتلكم اللي هي عديدة الارجل اللي هي دي طيب اللي انتو شفتوها دي بتحب تعيش فين ليه بقى عايشة في الصيل اصلها لما بتتغذى لما بتعمل على يعني يعني دي تحب تتغذى على بقايا النباتات او لو في موجودة في الصيل احنا اخدنا سيبنا الروتس قطعنا البرانت من الارض وسيبنا الروتس بتاعته في الارض اللي هيحصل الروتس دي هتموت طيب لو في نبات مزروع شجرة مش ساعات ورق الشجر ده بيقع منع الشجرة على الارض يعني مات الليفز والروتس دي هي تبقى بقايا ومات اللي عايشة في الصيل تعمل لها دي كائنات محللة هتعمل لها يعني هتبدأ تحللها وتطلع منها يعني فضلات هي فضلات بالنسبه يعني هي الزبالة بتاعت اللي طلعتها من بس بالنسبه للطبيعة دي العناصر الغذائية للارض اصلا محتاجاها يعني بالنسبه للصيل وللبلانت هي مغزيات للارض المغزيات دي هي تزود خصوبة الطربة عشان كل ما زادت النيوطيانس دي في الارض كل ما الخصوبة تزيد فتخلي البلانت يوصل له فود كتير فيعمل ايه يعمل كويس جدا والنبات يكبر تمام يا ولاد يبقى اذا الويستس اللي طلع من الديكمبوزرز مهمة جدا انها اصلها ريتشي انيوطيانس هتعمل بلانت جروس طيب الديكمبوزرز هنا احنا قلنا هي اخر حاجه في السلسلة بتاعتي هي الفاينال لينك انزا فود تشين ليه؟ لان بعض الارجانزم ما بيحصل له ضاي الديكمبوزرز دي هي تتعمله ديكمبوزيشن وبالتالي الانرجي والنيوطيانس اللي في البادي هيحصل لها ترجع تاني للسويل يبقى احنا كده خلصنا خلاص السلسلة بتاعتنا يبقى والسويل بعد كده يعني ايه؟ يعني بعد ما المغزيات رحت للسويل السويل هتفضل فيها المغزيات دي؟ لأ ترجع من اول ويك دي تديها للبروديوسرز والبروديوسرز تقولها كونسيومرز والكونسيومرز تغزى عليها الديكمبوزرز افتردس ترجع للسويل يبقى بيحصل كونتينيووزرز استمرارية حلقه سلسلة مش بتبطل عماله كل واحده تدي للي بعدها تمام يا ولاد؟ يبقى احنا عرفنا هنا ان الديكمبوزرز عن طريق عملية الديكمبوزيشن هي اللي بتخلي الفوديتشين تعمل كونتينيووزي بصوا سلسلة عمنا زي الحلقة بصوا الاول بروديوسرز خدت الايه؟ الانرجي من السن راحت للبرايماري وللساكندري كونسيومرز والتورشري كونسيومرز لحد ما وصلت للفاينال كونسيومرز اللي هيحصل له ايه؟ اللي هيحصل له دس وبعد ما يحصل له دس تيجل ديكمبوزرز اللي هي الفانجاي والبكتيريا والليبينج اوغانيزميس الزغيارة خالص دي هي تعمل فيدينج على بتاعه وبعدين تخرج منه الويستس اللي هي ويترجعها للبلانت وهكزا. اشتركوا في القناة